مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك هنتكلم النهاردة عن فنان ما صرته الفنية قصيرة جدا إلا أن الأدوار اللي هو عملها كانت ولا زالت عالقة في أذهان الجمهور تعالوا نتعرف النهاردة على الفنان أسامة أبو الخير اشتهر من خلال دوره فيلم همام في أمستردام مع الفنان محمد هنيدي سنة 1999 قدم خلال الفيلم شخصية خال همام اللي مقيم في أمستردام من وقت طويل وهمام بطل الفيلم اللي هو محمد هنيدي بيسافر له وكان طمعان أنه هو يساعده خلال الغربة إلا أنه اتخلى عنه ورجع ويقف معاه في نهاية الفيلم برغم المشاهد القليلة اللي ظهر فيها إلا أنه ساب المشاهد دي بصمة مميزة في أذهان المشاهدين ولكن برغم ده برضو ما استمرش كتير في التمثيل اعتزل بعد كده الفن وركز في أعماله الخاصة في هولندا لأنه يعتبر من أوائل المصريين المقيمين هناك الفنان أسامة أبو الخير من موليد محافظة كفر الشيخ ولكن ما فيش تاريخ ميلاد محدد لي أو حتى معلومات عن دراسته أو حياته ولكن يرجح أنه من موليد الخمسينات أو نهاية الأربعينات سافر لهولندا من أكتر من عشرين سنة وتجوز هناك من سيدة هولندية وحصل على الجنسية الهولندية وهو كان بيمتلك شركة سياحة مخصصة لرحلات الحج والعمرة وتولى منصب رئيس اتحاد المصريين في هولندا لسنوات طويلة طبعا هو شارك في فيلم همام في أمستردام لكن المشاركة دي جاد بالصدفة هو أصلا مش ممثل ولكن وقتها المخرج سعيد حامد كان عايز يدور على شخص مصري مقيم في هولندا يلعب الدور ولما قابل الفنان أسامة أبو الخير عرض عليه الفكرة ووافق فورا وفي تقرير صحفي أديم للفنان محمود البزاوي قال إن الفنان أسامة أبو الخير ساعد فريق العمل في اختيار أماكن التصوير الخاصة بالفيلم وكمان سهل الإجراءات باعتباره أحد المقيمين في هولندا من فترة طويلة وتم اختياره لتجسيد الدور وظهر في مشاهد قليلة زي ما كلنا شفنا ويمكن البداية بتاعة الفنان أسامة أبو الخير مع همام في أمستردام بس شارك بعد كده في فيلمين ومسلسل وانتهت مسيرته بسرعة بعد 3-4 سنين بالكتير قدم مع نجوم كبار مسلسل حديث الصباح والمساء سنة 2001 وشارك عدد كبير من الفنانين وقتها زي ليلة علوي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز الله يرحمها والفنان الراحل أحمد خليل الله يرحمه والفنانة عبلة كامل لعب دور درويش البقال والمسلسل مأخوذ من قصة الكاتب العالمي نجيب محفوظ وإخراج أحمد صار بعد كده شارك الفنان أسامة أبو الخير مع المخرج علي إدريس والمؤلف متحة العدل في فيلم أصحاب ولا بيزنس مع مصطفى أمر وهاني سلامة ونور اللبنانية سنة 2001 وزي ما كانت بدايته التمثيلية مع محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد اختتم كمال أعماله الفنية بالمشاركة في فيلم صاحب صاحبه للفنان محمد هنيدي والمخرج وحيد حامد سنة 2002 وقدم في الفيلم شخصية عم شنبر الحلاء وشارك في البطولة كمان بتاعت الفيلم أشرف عبد الباقي ورهام عبدالغفور ولطفي لبيب بعد الفنان أسامة أبو الخير عن الفن نهائيا واسمه لم يدرج في نقابة الممثلين وتفرغ لأعماله الخاصة في هولندا ومحدش سمع عنه بعد كده لحد ما جيه رحيله سنة 2017 بعد مسيرة فنية قصيرة جدا ما تجاوزتش الثلاثة اربعة سنين وده خلال تأديته فريدة الحج بعد رجوعه للفندق وبعد انتهاء طواف الوداع ووقتها قدم فيديو كده على مواقع التواصل الاجتماعي وقت دخوله للفندق والفيديو ده انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاته قالت الجالية المصرية في هولندا وقتها ان الفنان أسامة أبو الخير اللي يعتبر واحد من الأعضاء البارزين للجالية انه توفى في مكة المكرمة نتيجة اصابته بأزمة قلبية مفاجئة وده تسبب في ضرورة انه يعمل عملية قلب مفتوح لكنه توفى ولم ينجو اتوفى وتقرروا وقتها ان هما يدفنوا الفنان أسامة أبو الخير في مكة على حسب وسيطه وتسبب وقتها خبر وفاة الفنان أسامة أبو الخير في الأراضي المقدسة حالة من الحزن للفنان محمد هنيدي خاصة ان لي ذكريات كتير مع الفنان أسامة أبو الخير أثناء تصوير الأفلام قصة الفنان أسامة أبو الخير يمكن ما يكونش فيها معلومات كتير ويمكن يكون الناس النهاردة مش فاكرين وقوي ولكن انا حبيت تحديد ان اعمل الحلقة دي علشان كلنا نفتكر وندعيله بالرحمة وندعي بالرحمة لكل اللي احنا بنحبهم وفقدناهم حلقة النهاردة خلاص خلصت شكرا لكم اشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة